موسيقى أبقى بدنا كنت قد يدوي وبشوية وبشوية معي كنت سكوتية وكتكشبك الرصة استغليش هاد الفرصة قدرت لديك شيء يسلم عليها ويزرب عليها تصور قال سوكا مقلب عليها وسط الناس لا تقلب شيء إذا لم تتمنى ساكو كانت معي سوكا مقلب عليها وكو كانت ماما موين صافي أكيد شكولي ما يحتاج الأم ديالو معاها وشكولي ما يبغيش الأم ديالو تفرح معاها أهلا ومرحبا بكم وشايتنا يا كرام بحلقة اللي دام الحلقات برمزكم بري كما على ضيف اليوم هو واحد لكم المتير لذلك الحديثي الزواز تعرفوا عليهم المغربة عن طريق اليوتيوب المغربي وخاصة كنزة أو كنيزو فلوغ مرحبا بكم وفرحان أنكم تكونوا ضيفة ربي خليك شكرا لك على نبغينا نقدمو الناس شكون كنزة و شكون شوفيان أخا أنا كنزة متوكيل صحفية ويوتيوبرز مغربية اسم قناتي كنيزو فلوغ سوفيان صحفي و أحد المواقع الإلكترونية المغربية و زوجة الكنزة كنيزو فلوغ مرحبا لكم من يشبغوا يعرفوا يمكن انتي كنت معروفة قبل لابل شوفيان يمكن يا الله غادي يخرج للمتعرفة عن طريق اليوتيوب كيف يجي دخولك للمجال اليوتيوب؟ يوتيوب دخلت لي تقريبا في شهر 12 الفكرة نهائيا لم كانتش الفكرة ديالي كانت الفكرة ديال الأم ديالي هي اللي قلت لي يا زع ما علاش ما تديريش قناة في يوتيوب انتي كتبغي تدوي كتبغي عزيز عليك الكاميرا وكذا جدي معي قلت لي ديري قناة في يوتيوب شجعتني تشاورت مع سوفيان قل لي حتى هو شطيبك أنا داك أنا داك خطيبي أنا داك شجعني قال لي يا زع ما علاش اللاقص يري يدخلي ما كانش عنديك ملكي لدخل كنزال لعالم يوتيوب؟ لا ما كانش عندي تشي مشكلة بالاكس أنا شجعتها ودعمتها معنويا وقلت لها من انتي اجتماعي وكعجبك الهضراء بزاف وهذه وممتون عندك تكوين صحافي توكلي على الله و الخير في ما اختاره الله كان غير خاطبك و بغي يدير لك الخاطر ما يدلي الخاطر داك الساعة كنزان توما حديثي اللاويل دوني شوي على علاقتكم كيف لتعرفته؟ كيفاش تعرفنا احنا يضحك حيث عارفني عن حطه بوجوه كيفاش تعرفنا انا كنت دخلت للمعهد العالية الصحفة والإعلام دخلت باش نقرأ السنة الأولى كانت هوا دخل دخلت هوا باش دخلت هوا باش يقرأت مما ويلا كدخلنا تقريبا بشي سيمانة القروب بديل القيسب داروا قروب فواتساب باش نجمعون بقاون نهضروا فيه وكدا صورت يا سوفيان في الصحفة كيف كيف، كيف متعرفي أنه سوفيان كيف يدحق على كيف يدحقني ؟ ايه والغدله المشي للمدراسة ويأتي عندي قال لي ما معلقة جميعا وكيف سمع لي كليلا لا تعرف أنت اخيرا في ذلك ساعة حيات البلوك لقد كنت تعرفت شي واحد في مدراسة وكان مقاقب واحد كنت لأجلت هذه النقطة ودى اطلق صحيح انا كنت ابدأ في الأول 10 أكتوبر 9 أكتوبر كنت قلت عليها عن طريق الواتساب كنت قلت علي القاسم من بعد بلوكتني في القاسم لم يجيش عندها قلت عليش بلوكيشيني وبقد بدينا كندوي وبشوية بشوية معي كانت تسكوتي وكانت تكشبرك الراسة استغليش هاد الفرصة وقدرت لها دك شيد السلم علي واخا من بعد غادي تطور العلاقة كيف تخنشو الخطوة دي الخطوبة كنا دوزنا واحد المدة مع بعدياتنا والحمد لله أنا سيد ربيطة نحن فولد الناس يعني دوزنا واحد المدة قليلا قال لي قال لي زع ما كنا رأى ماماك خصة تعرف بالعلاقة ديالنا وكدا وهادي دواء قبل ما تشوفها الأم ديالك ايه قبل ما تشوفها الأم ديالك قبل بشي ثلاث سنين حيث ماميلا توفات غي هاد العام سافي دواء مع ماما وكدا من بعد تماما دوات مع ماما وطلقينا هنا في الدار عندهم وهدي سافي هذا المكان وطورات العلاقات دفعنا يا مزوجين واخر اللي فاب ديالك يمكن سبقه المودة ديالك كيف هلت عملت مع الفضر وكدا ماما ماتت في شهر واحد وتقريبا كان ديك سيمانة ولا سيمانة اللي من بعد كنا غادي نديروا دربستاق ماما ماتت تولدي ماما ماتت ثلاث وكنا غادي نديروا لك كانت تفقتها وماما تسوفين انهم يديروه بالسبت سافي هي فاش لأم ديالي توفات نهار ثلاث سافي تحيدات من بالية نكتبش لك تحيدات من بالية نهائيا فكرة لدي الزواج لديل تشي حاجة عارف كن بقودك ساعة دست في واحد المرحلة خيبة ماما مكانت المريضة يعني لمولدي لسبت يعني مكانت لأم ديالك مريضة ماما مكانت لها مريضة لديل تشي حاجة ماما مكانت لها مريضة لأولو سافي من موراها سوفين قال لي يا را مورا مورا ربعينية خسنا نديروا لكت هدي انا كنت قتليه اللاكت رك عارفين نفسية كتكون ديك الساعة مشيت اللي هي وهدي يعني ما جاتنيش انا انفرح ولا ندير وما كتش غدا نفرح يعني كدرنا هذيك الوقات هما كتنا نفرح لأولو سافي قتلي نخلي وثال شهر ثمانية ان شاء الله ونفرحوه نجمعو هي هذيك ده بشهر ثمانية قدرنا لك ديالنا انتين اشكي يعرفوا انه وشياتي متلعبوين لأب ديالك ما كتش عقليش حلي عكت من قبل جفونسا لا لا ما كان عقلش عن الأب ديالي حيث الأب ديالي توفى وانا كانت عندي عامين ما تنعقلش هذي زوج ديالك سوفين وانا كتش عبريل سوفين تعويض ليك من الله سبحانه تعالى انه يرزقك الله بسوفين شا نقول لك شوف كيف ما قتليك تود سوفين تحتاج مفجهده وعمر وإنه يعمر البر lieu تحتاج مفجر واتفerme وقا ان في المحاسن لم تتحول وعينة الأم لا تتحول وعينة الأم لا تتحول ما لا تتحول لديك الدموع في عينك لن تتحول بكيني لنعرف ماذا في قلبك ماذا نقول لن تتحول بكين على المساعدة لم تتحول لقد قمت بكيني لقد عايز جميعا تصور رجال سوك نقلب عليها وصل الناس كنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنت محتاجة أم الأم معك في هذه المنشبة أكيد شكولي ما يحتاجش الأم دياله معها وشكولي ما يبغيش الأم دياله تفرح معها وكو كانت ماما مهم جدا صافي مهمة لنسوف القوى يجب انتقدم كنت أبغيش وكذلك كان ذلك اللي بغينا نهضره على عرفنا انه قبل من العهل ديلك كنت يقولت تيحوي ذاك ماما كل ديش مانا مخسرية معاك كل يعني كانت معاك حيث كنا تقريبا نديروا العرص في شهر ربعة ولشهر خمسة شي اللي كنا مبروغراميا كانت ماما وجدت لي كل شي وجدت لي كل شي وجدت لي كل شي وجدت لي دهازي وجدت لي دك شي ديال الحنة اللي بغت تفرق على الناس دك شي ديال ليد غاجة دك شي ديال الحمام اللي غطت تعطي للناس اللي مشوا معاي دك شي ديال الحنة وجدت كل شي كل شي ما موجه انا كتت كان مشي للطار بعد المرات كتت كان دخول للطار تقدت توريني انا اخديت هاتي اخديت هاتي اخديت هاتي اخديت هاتي كلقى هاي اخي ده كل شي كل شي ما غا تفرح بيك كيف تتعاملتي الفيان مع الفترة فعلا الفترة كانت صعبة بثاف على كنزا وعلي انا خصوصا ان انا كنا دك النهار اللي توفات الام ديالها الله يرحمها كنت قبل بربع ساعة ولا نص ساعة كنت دوات معانا كنا في الخدمة تكلمات معانا قتل نفل عشية جي وباتوا معايا جي انا موجد جدل عشو دك شي جي معا كنزا ودك شي تشوية كلقى مشيت تغديت جيت لبيرو خليت تليفوني في البيرو تكن لجي قصني اتصال عند مودي النشر ديالي قل يابلي الام ديالكنزارة توفات بعد ذلك الظروف صعب كنزا تحيدش منها فكرة ديال الزواج كاملة نهائيا سا في وقفات حياسة في المودي النهار انا حاولت معاها بشوية بشوية بمساعدة ديال الام ديالي بمساعدة ديال الام ديالها بقنا حاولنا بشوية بشوية كنساعدوها نخرجوها من دك الظروف اللي كانت فيها والحمد لله كي مشتو اليوم مرة ولا تكنزا كتضحك كتغني كتشطاح كتحني مهم ذاك شي اللي بغينا كنزة توصل لها وصلات لأدابة كنزا عالش مدرتي العرش وعالش خساريتها لفترة بالضبط وخا كورونا والمقاس قادر شبيني سفرصة في كتره لسنوقع مدرتي العرش السبب الاول والرئيسي من غير كورونا هو هو الام هذا هو السبب الرئيسي تاني حاجة كورونا ما خدش تجمعات نهائيا كانوا كانوا ما كانتش عائلتي كاملة وما كانتش عائلتي سوفيان كاملة كانوا غير المقربين من عائلتي من عائلتي من عائلتي سوفيان استافي ماذا كان ما سريعكم من مصدقبدي وسنقدروا نشوفوا سوفيان معاك في اليوتيوب تا هو انك نحاول معه وسوفيان طبعه حشومي حشومي ما عندوش مع الكاميرا بزا فرا لاحظوا دبرا شوية ديالوما ماشي في الكاميرا وسوفيان حشومي من الكاميرا ان شاء الله ده بس نحاول معه اننا نولي هو بجوج نديرو دي فيديو في يوتيوب كده علاش الله كده اليوم تي كانت تعيشي هالفتره مع الام ديال شوفيان لولديالك كيف سكتتعمل معك عدولتك في هالفتره هدي والعوداتك الام ديالك كيف سكتتعملو طبيحة العلاقة كيف ما قلت القبولة الحمد لله العلاقة مزيانة الحمد لله هي وحد سيدة اللي اللي عمر لها الدار تضري علي الأم دي اللكو هي كتبكي يعني كتبكي كتبكي بالصح كتبكي حتتتي بقات فيها ماما بزاف كتبتني بقات فيها ماما بزاف واسحنا بقينا فيها وكدا كما قتلك هي واحد سيدة أنت عمريش تسكوش من اللب كدا كما قتلك هي واحد سيدة اللي الله عمر لها الدار واحد سيدة قلبها كبير قلبها بيض حنينة كتحاول أنها تفرحني لأنا للمياه مكبرة بنا الحمد لله لا در لنا خاطرنا هذا مكان لذكر المياء المياء هي الأختي ديالك انتو مبقى سنتيو المياء من بعد لوافد الأبوين ديالك والمياء بالصح هادي تلكن معاكم المياء شوفها انت حيث بزاف بقوكي سولو بزاف دارو فيا شافوني مسافرة بلا المياء قال لك سافي نسيتي اختك سافي درتي لاختك أنا لمياء اختي كنت بغى نديها السفر لأنا للزوج ديالي سوفيا ولكن لمياء كانوا عندهم سيحانة الحاجة اللي خصتك تعرف واللي خصت كل شي يعرفها رأ أنا أنا لمياء ولمياء أنا رحنا الشخص واحد رأم فيما كينا أنا كينا لمياء وفيما كينا لمياء كينا أنا عمرنا ما نتفارقو عمرنا عمر ما لمياء تكون في بلاسة وأنا في بلاسة رأى كنقولاتي في الفيديو رأى لمياء عينيا نعطاهم اللمياء ونكذبش علك عينيا نعطاهم اللمياء اللي بغيت ننزع معاكم اليوتيوب ولكن قدروا نشوفو بصراحة الملكات عرفوا بالله بلس بس كي ضمنوا المساهدة كي حاولوا يخرجوا مساكلهم الأسرية اليوتيوب يعني نقدروا نشوفوك حط نار عندك مسكين معدولتك البيوت كل ممكن يكونوا فيهم مساكل ولكن نقدروا نشوفوها تليسنتي بحالة اليوتيوب وذات اللي كيخرجوا مساكلهم الأسرية نحن نجاح فيديو حين تخاصمت معاكم امثلاي او الجانبية بل REALM الرغم ان هناك الغيب الناس وبكضون الناس كيف rehabilitation وصنع الانجاب دابا ولا باقي الفكرة واجالة واه هي في الحقيقة في اللول كانت شعدنا مبعد ثلاث سنين ربع سنين دابا ولا شعدنا الفكرة دي الإنجاب أدأ شوف دكشي دي الله وكيف قدك شي كيف مقالب دي الله دكشي دي الله اللي بغاها سيدة ربي مرحبا هاش هذا المكان احنا باقين صغار اه احنا باقين صغار اه ولكن سوف ينكبر مني احنا باقين صغار ولكن دكشي ديال ديال سيدة ربي ويس اليوتيوب بصراحة قبل ما نضروع المسارية نضروع الدخل دياله ويس كدمن العيس الكريم ويس في الأرباح بصراحة شوف يكدب عليك الكداب اللي يقول لك يوتيوب ما فيش فلوس يوتيوب فيه فلوس ولكن باش يضمن لك عيشتك إلا يوتيوب كل شهر وش حالك يجيب لك على حساب خدمتك وعلى حساب ليفي اللي يجبتي يقدر شهر مثلا يجيب لك ستين درهم شهر يجيب لك ألف درهم شهر يجيب لك مليون شهر يجيب لك ثلاثة المليون لما كل شهر وشنو مثلا اللي كان عندك انت يخصك مثلا الكراخص الماكل اخصك هذه وعول لما كل شهر يجيب لك ثلاثة المليون شهر يجيب لك ثلاثة المليون شهر ممكن شهر لولا حياتك الخاصة كنزا كنت غادي طلعي في اليوتيوب موحال 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 من كدب شكز عما بقيت مكملة غيب موحال 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 موح Balck لم يعيد موحال 0 0 0 0 تم تشارت تم تلعط القناة تم كل شيء أكيد ما سخيت بالحوار معكم قبل أن نستقبل الأخت ديالك التي ستصرح لنا أكثر علاقتكم كيف ستتعيش معكم؟ أنا لم يكن متوكيل أخت ديال كنزو بلوكس اليوم تتعيش مع الأخت ديالك من بعد الليفام بديالها كيف ستتقري مع الأخت ديالك؟ جاتني عاديا نستقر مع الأخت ديالي حتى لا أستطيع أن نتفارق معها وضروري نفرح لها فرحانة لا هي حتى شختي وصوفيان حتى شخي وفرحانة لهم بجوجة الله يكمل عليهم بالخير ناس في اللغيزة والسوسيو قد تسألوا على الأخت ديالك مداتك سمعها الأخر صفر لها كيف تعليقك؟ حيتش أنا كانوا عندي امتحانات كانت بغديني هي وصوفيان ولكن أنا مقدرش نمشي حتى شختي هي اللول لكن زوجة فيان ما سخيت لبيكم كلمة أخيرة لزمهور ديال شوف تفي شكرا لشوف تفي وشكرا لك على استضافة ديالك وشكرا لكم تنتم وبنسبة للناس اللي كيتبعونا والناس اللي كيساندونا والواقفين في جنبنا شكرا لكم بزاف والهلي اختاكم علينا شكرا لشوف تفي شكرا لهاد الانتربيو وكان شكر المتتبعين دي الكنيزة وفلوغز وكانت مننا لنا حياة زوجية سعيدة إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم